أهلاً فيكم حبابي برج الحوت من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو إشي ممكن يساعدك أو إشي تستفيد منه إشارة أو مقطع صغير ممكن تحس أنه تستفيد منه فاخد من القراءة الشي اللي بيناسبك وترك أو الإشي حتى الإيجابي وترك السلبي أو الشي اللي بتحسه مش عم ينطبق عليك بدنا بس نأخذ كروت توضيحية وبعد هيك رح نشوف طاقتك طاقة الحبيب وشو هي خطواتكم في المستقبل وأيضاً مسير العلاقة في المستقبل طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج الحوت برج الحوت مبين عندي كتير عم يعاني من الأرق أو الأنكزايتي أو التوتر عم تمر بتغيرات جذرية بحياتك يا برج الحوت وفي عندك عم تحس بصعوبة بالتقدم إلى الأمام أو بالتقدم مع الشريك في عندك بداية عاطفية جديدة أو في شخص بحياتك جديد لسه ما ممكن تكون أنت وهالشخص فقط أصدقاء لسه ما فتبع علاقة مع بعض ولكن في عندك بداية جديدة بحياتك وإنت عم تحس أنه طبيعة العلاقة بينكم تقليدية أو روحانية ممكن أيضا عم تفكر كيف تتواصل مع الحبيب بطريقة روحانية اللي ممكن عم ترسله رسائل روحانية عم شوف في عندك تغيرات حاليا عم تمر فيها تغيرات ممكن تكون صعبة ممكن أنت تكون بوضع حاليا مش عم تعرف تنام بالليل أو متوتر فيه إشي شاغل بالك ولكن في عندك تقدم ملحوظ أو رح يصير أو ممكن أنت حاليا عم تتقدم مع شريكك ومع الحبيب ولكن في عندك لسه بعض المخاوث أو التوتر اللي ممكن تحسه من ناحية الحبيب طيب نشوف طاقة الحبيب شو هي شخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير صبور أيضا ممكن يكون شخص من برج ترابي لأنه الأبراج الترابية عادة ما بتكون بطيئة بالحركة أو بطيئة باتخاذ القرارات عم شوف فيه من جهة الحبيب أو جهة الشريك اللي عم تتعامل معه فيه دفاعية أو فيه تردد أو هالشخص اللي انت معه حاليا بان يصور حول نفسه مش عم يسمح للعلاقة إنه تتطور مش عم يسمح لك إنه تفوت على قلبه أيضا هالشخص عنده جستس كارد أم شوفه شخص حقاني مشان هيك هو بطيئ بالحركة بيحب يحلل الأمور ويدرسها صح لحتى يطلع بالناتج الأفضل أيضا هو شخص دائما بيحب يكون هو اللي على صواب أو هو اللي كلمته تمشي هو اللي يطلع منتصر شان هيك بيتردد بأخذ القرار الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون عم يمر بي في عنده الثيارين أو عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار أو يوازن أو يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص آخر أيضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من أسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع أكتر ففي شخص أو في عم تحسوا أنه أنتو مرفوضين من قبل الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فأنت عم تحس بالرفض منه وهو أيضا عم يحس بالرفض منك عم شوف أنه أنتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي أو مجهود انفراضي عم تحس أنه بدك يكون في شراكة أكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون إيجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لأنه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك في السان كارل من أفضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب أو رفض لتقبل العواطف بينكم في أيضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة أو كتير يعني في شخص أو ممكن أنتوا الاثنين بتحاولوا أنه تمشوا كل نتكم قدر المستطاع في عندكم نزاع على السلطة أنت وهو طيب نشوف خطواتك في المستقبل أو ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز أكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على أهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم أيضا همتشوف أنه ممكن إذا أنت بعيد عن البيت همتحاول أنه إذا أنت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول أنك توصل إلى عائلتك أو بالمستقبل للبعد منكم تفكيرك رح يكون بأي علاقة بتفوت فيها تفكير أنه بدك تستقر أو بدك تلتزم مع شخص من أجل أنك تستقر لأنه أنت أيضا بتحس أنه أو رح يجي شخص بحياتك في المستقبل مع أنه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تام رح تكون إلا أنه أنت رح تنظر لهالشخص وكأنه أو رفيق درب عم شوفك بالمستقبل أيضا شوي منغلاق رح تكون أو منعزل لأنك عم تبحث عن إجابة لإشي معين أيضا عم شوفك رح توفر ناحية المادية أو رح تكون متحفظ أكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتطور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف أنك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وأيضا على الجهة المادية لأنه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك في المستقبل نبين أنه حبيب أو الشريك اللي عندك كتير رجد أو بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا أو مش كتير متقبل لآراء أخرى فعم شوف أنه هو بالمستقبل رح يركز أكتر للناحية أنه كيف يكون مرن أكتر كيف يتقبل أفكار أخرى أكتر أيضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول أيضا يبعد عن عن أنه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة أيضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون The Lovers فهالشخص أيضا بينظر لإلك بالمستقبل بيشوفك أو بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده Ace of Wands فهو بيطمح إلى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو أيضا يمر بمرحلة إنه لازم يختار شيئين أو ياخد قرار بين شيئين معينين شغل أو أو بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك أكتر بده العلاقة بينكم تتطور أكتر أو يكون فيها انفتاح أكتر تقبل أكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك أكتر طيب نشوف تعقدكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للأمور يعني إذا أنتوا مش عم تحكم مع بعض حاليا أو في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انه العلاقة مش رح تتصلح أبدا أو ما في إلها نهاية أو مستحيل انه أكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغيير 180 درجة أيضا في عندك Ace of Wands نفس هالكرت يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة The Sun Card الوضع بينكم في المستقبل رح يكون إيجابي أكتر من هيك أكتر من اللي انت عم تمر فيه حاليا برغم انه انتوا مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخوطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة إلا أنه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت أيضا قبل ما تكمل بدي أحكي لك شو الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لارية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان أو برج الجوزاء برج الجدي أيضا ولكن ممكن يكون أي برج آخر أنا دائما بنسى أحكي الأبراج لأنه بركز أكتر على الطاقة إنه ممكن يكون مش نفسها الأبراج اللي عم بيحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع منها الشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي إلى إنه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل أيضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط أكتر ومتقلب كتير بالذات من ناحية برج الحوت لأنه عندك nine of swords فإنت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص وتجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي أكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم أكتر رح يصير بينكم بما إن الطاقة هاي مشتركة بينكم فإنتوا رح توصلوا إلى نوع جديد من البوندين أو نوع جديد من الترابط بمعنى إنه أنتوا رح توصلوا إلى مرحلة تكونوا فيها مستعدين إلى إنه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم أوكي حباي ببرج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى إنه قراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تخطلي لاكو كومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار لحتى يوصل لك كل جديد شكراً لكم جميعاً إن شاء الله رحيكم ترجمة نانسي قنقر